طيب احنا في شهر كامل احنا في شهر خمس طيب بكرة ايه احنا بكرة خمسة خمسة طيب بكرة ماتش النادي القالي وبيرامد صح من يوم السبت اتلاقي الاعلام كله اين عقوبة الزمالك يعني انت تسيبه عقوبة قهربة اللي بقالها اربع شهور وكل انا بقولك من دلوقتي وسجل عندك عشان لما تيجي يوم الا اربع اللي جاي ولا الخميق الاربع انت تطلع الاربع تبقى تقولي الكلام ده ازيع الكلام ده قصدي كل الدفة بتاعت الاعلام فين عقوبة نادي الزمالك نادي الزمالك ما تعقبش ده يعني انتوا سايبين واحد اخطأ صوت وصورة وبقالو اربع شهور هي مش غلطته انت بتتكلم حضريرك على عقوبة الزمالك في شركة السوبر ايوة اه اللي هي 500 الف جنيه وحرمان سنة من السوبر ده كلام كلنا عارفينه لا هتشوف بقى انت الاعلام هيدغط ازاي على الاتحاد نفذ الكلام ده طب اكيد هيتنفذ يعني اكيد زمالك مش هيشارك السوبر يا حبيبي ماشي مديحنا عارفينها انا تب تتكلم على ان ما حدش هيكلم على تنفيذ عقوبة الكهرباء بس هيلهوت بقى في حتة خش بقى على الزمالك اللي هو لازم بقى ايه اللواء حينة تتطبق وده يجري وده يجري يا راجل بس في نقطة فيما يخص تنفيذ العقوبة ان الاهلي تقدم بالتظلم والتظلم وفقا لتصرحات المستشار عدل الشرباجي رئيس لجنة الاستقناف ان التظلم بيوقف التنفيذ ايام شيكبالة وايام امام عشور امام عشور الزمالك اللجنة اللي كانت موجودة دي معلومة اللجنة اللي كانت موجودة برئاسة اللي هو عماد عبدالعزيز ما قدمتش بيه تظلم لإمام عشور نسيوا يقدموا طيب انت التظلم بتاع النادي القالي بعتوا امتى في اليوم التالي للعقوبة ده كان لسه تحقق معا ما كانش لسه صدر اي حاجة لا في اليوم التالي لإعلان العقوبة ده اللي هي القريب اه طيب انا بكلمك ده كلام ده في شهر واحد ماتش خلص حصل فيه شد وجذب ومشكلة فالراجل بنان على ايه تحول إلى لجنة الانضباط بنان على ايه تحول يعني الراجل اقطع صح فطالما اقطع لجنة الانضباط اللي هي الاولانية اتلككت وقامت جاة ماشية عشان ان رئيس النادي ما راحش انا ما ليش دعوة قد هنا حكم وقد حكم وقد مستقلة ومع السلامة ما عندناش مشكلة ما تسيبهاش عيمة وغدال حضرتك قبل ما تمشي لان انت مشيت ليه حصيت ان مثلا فيه تجاوزات حصل صح قد العقوبة ومع السلامة قد مستقلة ماشي وصدر بعد كده عقوبة بعد قد ايه يا اسلام ايه ما هو بعد تشكيل اللجنة بقى الجديدة يعني اللجنة الانضباط الحالية ملهاش علاقة بقى باللي حصل قبل كده لما جات استلمت الموضوع اشتغلت على قدت كان ماتش قدت اتناشر ماتش ومليون جنيه غرامة مظبوط ووقع على رئيس النادي 300 الف جنيه و3 شهور بان انا مش عابش غرامة ما يحضرش صح مظبوط طي جنة دي اه فعلا اه ما هي كل مشكلة ترجع تلاقي هاني حتحوط جدايتها ونهايتها جنة دي اه ما هي حتحوط جدايه اه ما هي حتحوط جدايه